كيف تضيف تأثير للليست فيو بالطريقة ديت تأثير احترافي اجدعان طبعا قلب اخوك هتبدأ ان انت تتفرج على الفيديو من اقول الاخرى عشان تعرف ان انت تعمل الجمدان دوت من غير ما يطلع لك اخطاء طبعا ويلا بنا نبدأ الشرح بتاعنا شكرا الله وبركاته ورجعت لكم فيديو جديد احلى خط الدنيا طبعا جايب لكم فيديو جديد النهار طريقة اضافة تأثير احترافي للليست فيو تابع الفيديو عشان تفهم الشرح هابدى ان احنا نخش على سكيتش وير طبعا لازم انتنزل تعمل لك وتشترك في القناة تمام انا عملت المشروع اهوت هابدى بس اللي انا نخشها دي في الدنيا معاكم هابدى ان انا نخش كده تمام بعد كده يا لابا اخوك هنبدأ ان احنا ننزل لينيار في طبعا انا ما ضيفتش حاجة خالص ازي ما انت شايف هنزل لينيار في تمام وهابدى ان انا اعمل لون اللينيار اي حاجة اشوفين انت عاوز تعمل لون ايه مثلا انا اعمل اي لون ورجع لكم مثلا انا اخترت اللون الغامي دوت يا لابا اخوك بعد كده هنبدأ ان احنا ننزل list view تمام بالمنظر دوت بعد ما تبدأ ان انت تنزل list view هنبدأ ان احنا نخش على وجهة اللي هي وازن وهنبدأ ان احنا نحط واحد وهنعمل كده تمام يا لابا اخوك بعد كده هنبدأ بقى ان احنا نضيف صفحة الكاستيم هنبدأ ان احنا ندوس تحت كده وهنبدأ ان احنا نضيف custom طبعا هنسمي الصفحة اي حاجة تمام بعد ما انا سميتها custom ابدأ ان انا ادوس add و ابدأ ان اخش عليها طبعا هنبدأ ان احنا ننزل linear edge تمام وتشوف المكونات اللي انت عاوز تضيفها هنا تمام دي حاجة بتاعتك دي المكونات اللي انت هتضيفها هنا اللي هتظهر في list view برا تمام مثلا انا لابا اخوك هنضيف تيكست view بعد كده هنبدأ ان انا هنضيف image view بالمنظر ده تمام طبعا هنعمل حجم image view على حسب انا عاوز مثلا ارض 50 والطول 50 تمام و هنبدأ ان انا اضيف الصورة وارجع لكم بعد ما اضيفت الصورة يا لابا اخوك بدأت اللي انا هرجع لكم و هبدأ ان انا هجينا و هبدأ ان انا هحطت الايكونات بتاعتي تمام و هعملها طبعا فت اكس يو اول واحدة تمام او فت سنتر تمام بعد كده هنبدأ ان احنا نروح على تيكست view و هنبدأ ان احنا نيجي عن تيكست size و هنعملها 20 نشوف حجم الخط اللي مناسبك مثلا انت عاوز تعملها 20 و 25 براحتك بعد كده يا لابا اخوك هنيجي عن تيكست color و هنبدأ ان احنا نحط اللون بتاعنا مسلا ان انا هحط اي لون مثلا يا لابا اخوك انا هحط اللون دوت تمام او هحط لون فتح شوية عشان انا هحطت في الخلفية برا و هحطت لون غامل مثلا انا هحط اللون الاحمر دوت تمام بالممزر دوت بعد كده هبدأ ان انا هدوس على الانير وهبدأ ان انا اجي عندي جاذبية جرافتي وبعد كده ان اختار بقى سنتر و رايت تمام و هدوس الليكت هيجوا على الجنب كده تمام أولا مع اليمين عاوزه مع الشمال براحتك ده حاجة كلها بتاعتك انت يل بخوك تمام طبعا انا عامله بالعربي فانه هبقى ان انا اخله على اليمين تمام انت عاوزه بالشمال عاوزه بالانجليز هتخليع الشمال تمام بعد كده يل بخوك هنبدأ ان احنا بس نحفظ كده الاسامة بتاعت الحاجات اللي عندنا في القسم بس احنا مش زايفين بس فيه ناس بتقعد تضيف وتمسح فالاسامات تتغير طبعا مثلا عندنا هنا الحاجات اللي فيها linear 1 وبعد كده هنا mgvue 1 تمام وعندنا text vue 1 تمام بعد كده مش نعمل حاجة تانية هنا هنبدأ ان احنا نطلع بالمنظر دوت ونروح على view وهنروح على مين بعد ما رجعنا من custom هنبدأ ان احنا نجي على event وهنقوم create تمام بالمنظر دوت وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف بقى هنجي عند control وهنبدأ ان احنا نضيف هنضيف رابط بعد كده هنبدأ ان احنا نضيف يا لبه هو هو قد baja لماذا عندي list، تمام؟ اول حاجة وهنبدأ ان احنا نضيف addlist وهنجي عند ماب، هنبدأ ان احنا نضيف ماب، هنضيف اي متغير طبعا بعد ما ضيفنا المتغير بتاعنا هنبات ان احنا نرى حاجة اسمها add discounts هنبدأ ان احنا نزيل هم تغيرها بالمنظر دوت بعد كده هنجي عند view ما قالب اخوب، هنبدأ ان احنا ننزل عند متغيرات list تمام؟ بعد أن تجد شيئا اسمها Set List Custom View Theta سنبدأ أن ننزلها بعد أن تنزل Set List Custom View Theta سننزل Refresh Data بالمنظر بعد ذلك سنضيف المتغيرات هنا سنضيف List View وهنا سنضيف List View وهنا سنضيف الماب بالمنظر بعد ذلك سنضيف المفتاح مثلا سنضيف حرف A وهنا سنضيف الماب بالمنظر سنضيف الماب بالمنظر سنضيف عدد المربعات التي نحتاجها في List View مثلا سنضيف 500 كل واحد وبرحته سنضيف الماب بالمنظر سنضيف الماب بالمنظر سنضيف ثم سنضيف ونضيف ونبدأ أن نضع صفحة بعد ذلك سنضيف ثم نضيف ثم ونودع مجبس وتركز ثم ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ونركز ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف كده بالمنظر ده. تمام. هتعمل تاني يا قلب اخوك. هنبدأ ان احنا نجيب المتغير اللي فوق دوت. ركز معي. ده. هنبدأ ان احنا نجيبه هنا. تمام. بالمنظر ده. بعد كده هنعمل ايه? هنيجي عند فيو وهننزل عند سيت تيكست. تمام فين? اي سيت تيكست هنبدأ ان احنا نجيبه هنا. تمام. هنعمل تاني يا قلب اخوك. هنا هنبدأ ان احنا نعمل نسخ. تمام وتشوف انت عاوز تضيف كام مربع تمام يعني عاوز تضيف كام تكست فيو تمام يا البخوك مثلا انا هعمل هنا اه بتاع 16 ولا 20 تمام هبتبدأ بقى ان انت تعمل بقى بالتدريج كده هتبدأ ان انت تعمل سفر واحد اتنين تمام هتقعد ترتبهم كده وهبدأ ان انا نرتبهم كلهم ورجع لك طبعا طبعا هما تلقوا 11 وكفاية 11 عشان وقت الفيديو هتبدأ ان انت تضيف التكست فيو بتاعتك بقى اللي في الكاستم بالمنظر دوت طبعا انا هتفتهم هتبدأ هنا بقى تحس اللي انت عاوز تكتبه مسلا انا هكتبه واتساب او كسم الواتساب تمام ممكن تكتبه كسم التريميكس اكتب اللي انت عاوزه بقى كل ده تصميم بتاعك انت تمام هكملهم ورجع لكم طبعا يا قلب اخوك انا هدفتهم بالمنظر دوت تمام بعد كده انا نطلع كده هنبقى ان احنا نجي على ايفنتي تاني طبعا يا قلب اخوك احنا هدفنا 11 نص تمام فهو اول 11 نص ايبقى ان هو يزول لك يبقى المربعات بقى من الخمسمية يعني بقى الخمسمية عشان احنا عمناهم خمسمية صح بقى الخمسمية دول يا قلب اخوك مش هزهروا بالترتيب فانت عاوز ترتبهم رتبهم براحتك تمام طبعا يا قلب اخوك كده انا واقس ان احنا نضيف البلوكة بتاع التأسير هنقنا اه طبعا ضيفها عندي تمام انت هتلاقي اللينك بتاع البلوكة تحت في الوصفة او هتلاقيه في كناة بتاعت التليجرام يا قلب اخوك تمام بعد كده هنبدأ ان احنا دلوقتي نجيب البلوكة تمام بالمنظر دوت ونبدأ ان احنا نحطها فوق بيقولك اختر العدل ستبدأ ان انت تكتب تلتمية بالمنظر دوت تمام بعد كده هتيجي هنا هتحط اللينيور هتحط اللينيور اللي في التكست فيو تمام بالمنظر دوت تمام بعد كده بقى عاوزين نعمل حاجة كده ريئة هنبدأ ان احنا نعمل الحواف بتاعت اللينيور تمام ازاي هنجي على فيو طبعا كله عارف ازاي دي في الحواف بتاعت اللينيور طبعا هتلاها ديت هنبدأ ان احنا ننزلها كده بالمنظر دوت تمام يا قلب اخوك طبعا هنبدأ ان احنا ننزل برضك اللي هي بتاعت الخط تمام بالمنظر دوت هبدا بقى ان انا احط هنا قلب اخوك اللي احط اللينيور هبدا ان احط اللينيور واحد وهبدا ان انا اعمل الحواف عشرين واعمل هنا خمسة تمام وابدا ان احط اللون بتاع الحواف بتاعي انا مسلا احط هذا اللون تمام واعمل هنا عادي هعمله او بيد عادي تمام بالمنظر ده بعد كده طبعا هبدا ان اعطي الخط بتاعت حتي هي في الكاستم وهبدا ان انا ديف هنا نمط الخط عوزو بولد طبعا ابدأ ان انا اضيف الخط و ارجع لكم عشان مش ضايفه طبعا اللي ما يعرفش ازاي في الخط ازاي ويغير الخط ويخليه بمسلا بتاع ايفون او اي خط تمام تاني انا هنزلكم الطريقة وقولولي في كومنتيات اقولولي على قناة التليجرام طبعا انا دلوقتي زبطت الدنيا بتاعتي هبقى بقى ان انا اطلع وجمع التطبيق ووريكم بالمنظرة ده وتعمل ران اكيد الفيديو عجبك اهم حاجة انزل تعمل لك وتشترك في القناة وتتفرج على فيديوهات بتاعتي القناة كلها عشان هتعجبك وهتبدأ ان انت تخش على قناة التليجرام وهتبدأ ان انت تقولي لو محتاج اي حاجة خشي اقولي اي مشكلة معاك خشي اقولي انا هارد على كله طبعا كله عارف ان انا بارد على الناس كلها تمام هنبدأ ان احنا ندوس تثبيت هنبدأ ان احنا ندوس فتح طبعا هيفتح معنا بالمنظر الرائع دوت طبعا اكيد كله مستغرب من الجمدان تمام هنبدأ ان احنا ننزل ونطلع كده بص طبعا يا قلب اخوك انت لو عاوز حجم اللينيور او عاوز حجم اللينيور اكبر من دوت هتخش على كاستيم وتعمل الطول بتاع اللينيور زي ما انت عاوز تمام طبعا انا مزبط لك الحواف هنا ومزبط لك كل حاجة وهتطلع التأثير وبلوكة التأثير هتلاقيه في الوصف تحت تمام لو عاوز يا قلب اخوك ازاي لو انت دوست على list view كده مثلا كسم الواتساب يدخلك على صفحة او يحولك على رابط تبدأ ان انت تقولي في الكومنتات وانا هنزلها لكم الشرح الجاي ان شاء الله وده كان الشرح بتاع النهاردة ياريت له عاقبك تنساش تعمل لايك وتشترك في كنانا وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة